اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخدنا الوركين مع الملوخين واخدنا الصدورة جميلة بصي ما شاء الله عاملها ازاي ولحم أحمر وجميل خلينا السدرين وهنعمل بهم بكريمة البرتقان مع الرز بالبرتقان والفلفل الأصمر وبالهنا بشكل يعني حياتنا النهاردة كلها برتقان مية 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 والبرتقان اليومين دول حل معنا الأستاذ عبدالغني علو ايوة ايوة فنم سالخير يفنون يا ميلا أمر يفنم قبل ما أقولك أمر لازم ما أعبر لك عن أعجابي في أدوارك كلها ربنا يخانيك يا رب من ساحك ما كنتي تغيرا لغاية دلوقتي بتراحها معرفة بكل ثلاثة أو في سحية ما بعرفة اللي تلك اللي حادش ربنا يا فنم متشكرة يا فنم شكرا يا فنم أنا ولد من حراب أه أم الألو عبدالغاني أصلا أنا أصلا ألو لا إسمي هناء عبدالغاني هم هم ما قالوا ليش أنا أصلا جدا هم هم ما قالوا ليش هناء وأنا الصوت عندي هنا عبر الإرسل اللي بيسروق بحر أنا أصلا يا فنم فضل يا فنم أه أنا عندي طلبيني وليم ها إلهيش ونبقوا لي لو ما يطلط عليها الخط أولا طلب الجراني أه بتفلط غيالة عندها تسعة سنين أه عندها طلطان في القولون في آخر القولون فروحوا بيها المستشفى تسعة وخلطين وبعدين حالتهم يعني حالتهم ليش خالص يعني أبوها منجد وعلى بابا الله ومن ساعة ما بنته جالها السرطان وهو أربع تيام في مصر آآ وتلاتة في ملاوة رايح جاي بيها وتعادت بها المناعة بتاعيتها ضعيفة يوحي ياخد الغالسة طب ايه المطلوب حضرتك والله الميتعرف يأكلها ايه ولا شربها ايه طب ايه المطلوب لا طب ايه المطلوب حضرتك حضرتك ايه المطلوب طب سيبي بياناتها عندك في الكنترول وإحنا هنتواصل مع حضرتك حاضر عانينا لتليل إيه حسن؟ أنت بتعمل لي فازة من برتقون ده أحلى حقيقة أيوة أنت دلوقتي عملت إيه؟ عاي عاي أجي حاضر شمي كده برتقون برتقون إيه ده؟ شون طرف بس طيب أنا عايزة أقولي المقادير شون ضلي أنت سعفتني سعفتني ماشي ما علينا عديها عديها صدور بط كريمة لباني لون زعفر زعفران زعفران طب يا الآن وقت ما فياش حاجة ماشي 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 وفلفل إسود مجروش ملح عصير برتقون أو إشر برتقون صدور بط كريمة لباني لون زعفران فلفل إسود مجروش ملح عصير برتقون أو إشر برتقون والرز الابيض اللي معمول بالبرتقان ده لون أصفر زعفران فلفل أسود مجروش عصير برتقان أو قشر برتقان وملح طب ايه بقى الرز انت عمل ازاي؟ سقينا بقى بالبرتقان حالا اقول لحضرتك دلوقتي بص لا اقول لدلوقتي حالا 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 يلا ماشي بص حضرتك احنا خدنا الابيض اللي كان في التلاجة ولا؟ لا ده بتاعنا طب انا عزيز قدت لنا يا عم سيد مناديل عم سيد ماشي هو كل حاجة على سيد مناديل قدام ماشي احنا اسفين هو انا لأ يا سيد في الشارع مسلا شو عقول يعني اه فضل يا عم قول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اخلص حاضر بص احنا جبنا الرز اللي هو الله بيضع عادي طريقته اللي هي العادية خالص وسقب ماء عادية وكل كل حاجة تمام وبعدين ناخد معلقة اللون اللي هو الزعفران الزعفران اه او مفيش دا ولا دا كوركم تمام بنحط معلقة صغيرة اه وبعدين نجيب عصير برطقان شوية صغيرين اه برطقانتين مثلا كم عصورين واسنس برطقان حاجة خفيفة اه اه بس بعد ما تشرب الرز يعني احنا بعد ما الرز بتشرب احط البرتقان وبعدين نحط الفلفل اصمر المجروش عشان ما نسوهوش مع الرز فهيدي اه سبيسي او في الاكل تمام ففي الاكل الخاص بنكسر مسلا عشر وحدات فلفل كده نجروشهم ونرميهم على الوش وزا ما حدريك شفت كده اه وبعدين بتعملي بقى شكل يعجيبك زي ما انت عاوزت زوائي الروز زي ما انت عاوز اه طب والبطة بالبرتقان البطة بالبرتقان هنعملوا عامل يدرقتي بس اه خايفة لكون سوخن صح اه لا الله ما انا مش عارفك اتدبسني زعات في حاجات غريبة الله يصبح ايو الله يسمح تملي زلنني ما هو انا ربنا بيسمحني عشان معاك بسم الله الرحمن الرحيم واو حسن خرط خرطة برتقان وحط بقى في كده فلفل اصفر اه فلفل احمر وبرتقان وحط حبة البركة فبقى الشكل الجميل ده اللي انتو شايفين الله يبارك فيتي بس بيدك يا حسن اي بالزبط والله مش محتاج بط ده يتاكل كده على طول والله يا حسن حبيبتي لا مش حكايت حبيبتي انت نجمة الله يخليه بقى انت بتقول حاجة معروفة ياه طلبات عكترة يا حسن يابني البط بالبرتقان ما هو يا حكا انا عايز الحق اعمل البطاية دي قبل ما تقعد اليوم السبت اده جهوة افتره فاجأة ممكن تلاقيها بقى بتتعمل تاني افتره افتره انا بتفتره علي ان انا وعماد ما للكش نعمة بأعماد ما هو يعني انت بأيه خلص عماد دفع واللي كان كان والبطا قطعت وتقسمت عليك اه دي البطة اه تفضل اكساس نعم تفضل احضرك هتحط زبدة شوائد زبدة هوم قليل من الزبت مش هتحط زبت لأ. اوكي. عشان هنعمل ايه? هنحط كريمة فالآآ. يا عم براحتك يعني. هقولك طيب يا حاجة. يا عم لا تقولي بط ببرتقان. انا هتكلم بتقول. لا 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 يا روحي تكلم. ماشي. اتفضل. حطينا بصل. مفروم كده. ايوة. ايوان. ايوان بعدين. تفضلي كميلي. قشر ببرتقان. قشر ببرتقان. مع فلفل آآ. بقى الفلفل عشان من ارمامش. ايوة اعترمي حاجة. لا. انت عارفة سيد سامير غانم. فاكرة انت. اه. اعترمي حاجة. هتلاقي حاجة كده جوه. كل خد ايوة شغال. فش اي حاجة. معانا ام جوزيف. اهلا بحضرتك ازايك يا حدوتي عاملة ايه? الحمد لله لو تسلم ايدري الشيف حاسر بنسلم عليه. ازاي كم الجوزيف عاملة ايه? زيت. الحمد لله يا شيف حاسر ربنا يخليك. بنا ديك الصح. يا رب. الله يا خليل. وبنسجل مدام هال على الحلقة الجميلة بتاعت آآ. سابي بس كنفت اكلمها والله يا مدام هالة. طب يا اه. ما عرفتش اعمل مداخلة. لا ان شاء الله الاسبوع الجاي ان آآ. وكنفت برضو عتصل بالتكتور بتاع العيون لان معيها ابني سبعة وعشرين سنة يا مدام هالة. بنا نخليه. بيك في الليل ويطلع نور من عينيه في الليل. والله لو قدنا يا مجزيف على تاريخ آآ ميلادك او تاريخ ميلاد ابنك. ناخده عندنا نقيده ونقوله لسابي. اه يا ربنا يخليك يا رب. وبالنسبة لدكتور العيون عزان الابني بيطلع نور في عينيه من عينيه في الليل يا مدام هالة يخليك. بيطلع ايه بابا? نور. نور بيجي في الليل كده في الضلمة. يعنيه بيطلع نور نيله كده بيشوفه. حاضر حاضر. ربنا يخليك. حاضر. بعد دقايق. حطينا يا جماعة اشر برتقان. اشر برتقان. مع البصل. مع البصل. وشوية لون زعفران. وشوية لون زعفران. الحكاية صرت اهي. اه بعدين اديتهم سن دقيق صغيرة اوي. ايوة. رش دقيق. بعدين الكريمة اللباني. تمام. ونحط بقى الزور. طب ما تحط الكريمة اللباني. لا ما. مستأم. متسرعة متسرعة. ايوة قد من اربع دقايق. ولانت شو بقى ثلاث دقايق. بقى ثلاثة. خلاص بقى اتنين. بقى دقايق تين. خلاص. شو طب. الوقت بيجي. معجب السرعة. اه. يلا بين. اه. يا جباعة معانا المسابقة. اللي قايزت بالجايزة. رانا مصطفى. منين? اختي. من المنوفية. ورانا معانا عالتليفون. الو. الو. ازاك يا استاذة هالة. ازاك يا رانا. الف مبروك. ازاك يا حضرتك. ربنا يا خليك يا حبيبتي. ربنا يبرك. مبروك يا رانا. مبروك يا حبيبتي. ازاك يا حبيبتي. ازاك يا رانا. مبروك يا رانا. ازاك يا رانا. ازاك يا حبيبتي. الله يبرك لك. ربنا يخليك يا رب. دايما في نجاح وتفقدم ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك يا رب يا رانا. الف مبروك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا سباهي لاتسلامي. حتى انا بحبك جدا. ربنا يسعدك يا رب تسلامي لي. دايما في نجاح وتفقدم ان شاء الله يا رب احنا وانت يا اللهم امين يا حبيبتي يا ربنا يا خليك واشكر البرنامج جدا لا عافا يا حبيبتي احنا لمنشكرك ربنا يا خليك شكرا على سبيل السلام أمرك يا رانا، ألف بركة الله يبارك في حضرتك طنت هلا طنت هلا طنت هلا نعم يا أبي وتا يعني هتقول لي يا طنت هلا وانا مش هقول لك يا أبي ايه ده؟ نكملها احنا بعد كده بقى ونكلها ولا ايه؟ ليه؟ خلاص خلصنا؟ اه يعني الاستاذ قال لي خلصنا؟ اه كيفية عليكم كده؟ ايه ده ايه ده؟ بيعملنا بتناكة فضيح طب اعملك هي أستاذ هلا قدامنا دقيقة ما هي مستوية أستاذ، بس هو تناكة طب وانا اخد بالك من عصرة البرتغان ايه اخد بالي يعني اعمل ايه؟ يعني بص ركزي معي اها ايوا كده ايوا كده لا لسه ما ركزتش قوي ايوا أسانس بورتغان صح؟ اه نقطة نقطة وانت حطيت نقطة اه والله طيب ماشي ايه 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 احسن بصي فرحة قوي يا ساتر ايوا عشان انت عمانت رازي في الصورة من الصبح يا ساتر يعني غلوة صح؟ بس الكريمة تربط بس الكريمة تربط؟ طيب الكريمة تربط ايه ده؟ انت ايه ده؟ عندي لاش غسالة باعد اغسل على ايه ده انا وبتعب طب وماله وماله اغسل على ايه ده رياضة تاني انا مالي لا هلو مش طبعي بتبصين ايه؟ انا مالي يا ابني اللي عبدالك ايه؟ الله العظيم انت ايه حاجة غريبة جدا والله ما عربته له ولا بركت الامان انا عملت اي حاجة هو بس اللي بيتلكك اه؟ ما بركتش الامان يعني ولا اي حاجة يا ايمان يا ايمان يا ايمان يا ايمان يا حسن حسي هنا الف مبروك يا حبيبتي وان شاء الله كده يبقى فرح جميل يوم الجمعة ان شاء الله بإذنك يا رب هجيلك يا امي وبركلك وابوسك ونتصور مع بعض والف مبروك ولي العريس كمان الف مبروك وان شاء الله يا رب تتهنه في السعادة دايما يا رب تلاتين ثانية نحطها في الطبقة ولا نطلع ها؟ 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 وبعدين اخلص جمايكا اهو خلاص جبنا ثانيتين كمان عشان حتة البطل بس السوس بتاعها طب واحنا ممكن نحط السوس دا على الروز ما هو حضرتك روز هتكليز زي لازم يبقى فيه حاجة اه تبلعو تبلعو بلعو بايه بقى شوية سوس بنده زي ما انت شايف اسلام ايدك يا حسونة بني باركلك بندل على السلام متشكرين قبل شكرا لك يا استاذة شكرا انا بشكر جدا شيف حسن حسونة على الحاجات اللي عملها الجميلة دي واللي هي تبدو انها غريبة بس يطعمها حلو جدا جربوها ودوقتي فيه موسم برتقان وان شاء الله تبستو جدا بشكر جميع العاملين معايا في الاستوديو وبشكر جميع العاملين معايا في الكنترول روم واسرة الاعداد وبشكر مخرجنا الاستاذ واقل جدا وبشكر طبعا حسن حسونة جدا 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 وبشكر قناة الحياة القناة رقم واحد في مصر وان شاء الله يا رب العالمين تبع القناة رقم واحد في العالم العربي كله وتحية مصر ترجمة نانسي قنقر